يقول الكتاب المقدس في إنجيل يحنى أصح 21 الموقف اللي المسيح قابل التلاميذ بعد القيامة لما كان بطرس وكانوا سبعة كانوا مع بعض بيصطادوا السمك وبعدين المسيح بعد كده وكان عنده مناقشة مع بطرس في عدد 15 يقول فبعد ما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابنيون أتحبني أكثر من هؤلاء قال له نعم يا رب أنت تعلم أن أحبك قال له ارعى قدم لي اعمل اللي أنا عايزه علشان تثبت هذا الحب لكن المحبة أيضا أنه من كل القلب أو من كل الإرادة معناها أن أنا أتخلى وأبذل لأجلي حتى أن بوليس الرسول يقول هذه الكلمات في أعمال 24 مع الأسس اللي في أفاسوس قال لهم هذه الكلمات ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمن بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله فأول حاجة من كل القلب يعني من كل الإرادة فيها هؤلاء الأربع أمور اللي أنا ذكرتهم اللي هو يكون الاختيار الأول يكون رغبة وشهدة القلب أن أفعل مشيته أن أنا أقدم لي وأحيا لي الآخر حاجة أن أنا أضحي وأبذل نفسي لأجله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر